من جديد تعود الرياضة في ريف تعز بعد غياب قسري دام فترة طويلة جراء الأوضاع التي تعيشها المحافظة منذ انقلاب الميليشيا في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 نبث روح التنافس والأخوة بين أبناء المديرية والمديريات المتعددة فلمسنا هذا القوء من المودة والرحمة والتآلف حتى نسينا في وضع حرب نعم نسينا ذلك بهذه المتعة وبهذه السعادة على هذا الملعب في منطقة الصافية بمديرية الشميتين أقيم دور الشيخ سرور المحمدي أحد وجهاء المنطقة الذي استشهد أثناء معركة تحرير مديرية المسراخ قبل نحو ثلاث سنوات تتنافس في الدور عدة فرق من مختلف عزل المديرية جهود مجتمعية ورسمية تدفع الأنشطة الرياضية إلى العودة مجددا إلى المحافظة انطلاقا من أهمية الرياضة في حياة شريحة الشباب ودورها في صقل المهارات والمواهب الشبابية الجانب الرياضي له أهمية بارزة في اهتمام بطاقة الشباب وكذلك تنمية قداتهم ويستغلل أوقاتهم فبدلا من أن تهدر الأوقات بدون فايدة كان لدور الرياضي المقال الواسع من أجل استقطابها أولئي الشباب ودعمهم لاستمرار في الهواية التي دخلوا فيها وهي جانب الرياضة فعاليات رياضية عدة تنفست فيها فرق من مختلف المديريات أسهمت في إنعاش الجانب الرياضي كان الأبرز فيها الفعاليات التي أقيمت في إطار الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة الحادي عشر من فبراير تنطلق مثل هذه الفعاليات في إطار الجهود المبذولة في سبيل عودة الحياة ليست الرياضية فحسب بل حياة الناس إلى ما كانت عليها في السابق قبل أن يتعرض كل شيء في هذه المحافظة للحصار منذ أربع سنوات على يد عناصر الميليشيات الانقلابية فواز الحمدي قناة بلقيس تعيث